الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاله متهم بالسرقة يهودي وعرف ان هذا اليهودي مظلوم اليهودي قال والله ده ولد مسلم سرق الحاجة دي وجيه ما كنتش عرف انها مسروقة وطلب مني انه خليها عندي في البيت فطلب انه يجيله هذا الولد فجم اهل الولد وقالوله الولد المسلم فعل عن اعترف وهو مش هيعمل كده تاني من فضلك ما تعقبوش وخلي العقوبة تقع على اليهودي ده يهودي طبعا رسول السلام لا يمكن يعمل كده لكن ايضا الله سبحانه وتعالى نزل قرآن من فوق سبع سماوات بآية تتكلم عن هذا الموضوع وقال للنبي صلى الله عليه وسلم انا انزلنا اليك الكتابة بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله قالوا بين الناس ما قالوش بين المسلمين بين الناس كلهم ولا تكن للخائنين خصيمة اذا ده معناه ان المسلم عليه انه يقيم العدل بين الناس كلها في هذه الدنيا وهو اولى الناس بانه ييجي على نفسه احيانا ويتنازل عن بعض حقوقه كنوع من انواع البر تجاه الاخرين اشتركوا في القناة